اشتركوا في القناة ويحافظت المملكة على الفئة الأولى وهي الأعلى في التصنيف للعام السابع على التوالي وكد العسومي أن هذا الإنجاز الحقوقي يستمد تميزه بفضل منظومة الشاملة والمتكاملة في مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص وبفضل رؤية الحكيمة لجلالة الملك المعظم وتوجيهاته المستمرة لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص انطلاقا من الثوابت الوطنية والقيم الحضارية والمبادئ الإنسانية والتزاما بالقوانين الدولية بما يعزز من ملف حقوق الإنسان للمملكة مثمنا جهود الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في عكس التوجيهات الملكية على أرض الواقع من خلال برنامج عملها في تعزيز منظومة مكافحة الاتجار بالأشخاص ترجمة نانسي قنقر